اشتركوا في القناة دعم الدرسين التاية والعشرون والرابع والعشرون الصفحة أربعة وتسعون مرحبا بكم جميعا في قناة التعلم وستفيد مع أم محمد نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول لتبليط الغرفة استعمل بناء زليجات انظر النموذج أسفلها ما هي المساحة التي تغطيها زليجة واحدة بالسنتيمتر مربع وهل تكفي عشان الزليجة لتغطية اثناني متر مربع اذا هنا سوف نرى هذا البناء باش يجلجوا حد غرفة يستعمل عدد من الزليجات اذا ما هي المساحة التي تغطيها زليجة واحدة لاحظوا معي هنا هذا الزليجة عبارة عن مستطيل اذا طولها أربعون سنتيمتر وعرضها خمسة وعشرون سنتيمتر اذا لحسابة مساحة المستطيل هو الطول في العرض اذا سوف نكتب المساحة اولا سوف نحسب المساحة التي تغطيها زليجة واحدة اذا قلنا المساحة التي تغطيها زليجة واحدة هي شنو قلنا قلنا الطول في العرض يعني دائما المساحة قرمت الله بالرمز ايسي لاس يقفز الطول هو اربعون في خمسة وعشرون اذا سوف نضع العملية هي لهذا الشكل اذا سوف نضع خمسة وعشرون في اربعة اذا سنتظر ونضع هذا الصفر واضح اذا اربعة في خمسة وعشرون نضع الصفر احتفظوا باثنان اربعة في اثنان ثمانية واحدة الاحتفاظ هي عشرة وهذا سوف نضع الصفر هي ألف سنتيمتر مربع اذا مساحة زليجة واحدة هي ألف سنتيمتر مربع اذا دابع خلنا نحسبو هل تكفي عشرون زليجة خلنا نحسبو المساحة ديال العشرون زليجة قلنا هاد ألف سنتيمتر مساحة ديال زليجة واحدة فقط اذا نكتبو مساحة عشرون زليجة هي شنو غنديرو غنديرو هاد ألف غندربوها في عشرون ألف سنتيمتر هي مساحة زليجة واحدة غدينضربوها في عشرون لهو عدد الزليجات كاملين واضح اللي عاطينا هنا في السؤال اثنان في واحد هي اثنان ثم غنضيفو هادة ربعة الأصفر واحد اثنان ثلاثة اربعة هي عشرون ألف سنتيمتر مربع ادن مساحة ديال زليجة هي عشرين ألف سنتيمتر مربع و هل تكفي لتغطية اثنان ماتر مربع ادنى خلنا نحولو هاده عشرين ألف سنتيمتر مربع ل المتر مربع يدن عشرون ألف سنتيمتر مربع خلنا نحولو هادات mucho Vous ونشوفو ديك ساعة وش هل تكفي او لا تكفي باش نحولوها المتر المربع خاصنا جدول ديال وحدة قياس المساحة اللي هو الجدول هذا اللي هو فيه على هاتش تكريك يتوضع لا بغن نوضع فيه 20 ألف سنتيمتخ مربع في نوع السنتيمتخ مربع هو هذا هنكتبو 20 ألف غامضة بالوحدات يعني 0 1 2 3 4 هذه 20 ألف سنتيمتخ مربع إلا بغنها بالمتر المربع هي هذه تساوي لنا 2 متر مربع إذن تساوي 2 متر مربع وبالتالي نقوله إذن فهي كافية لتغطية لتغطية هذه 20 زليجة فهي كافية لتغطية 2 متر مربع نكتبو نعم فهي كافية لتغطية 2 متر مربع نتمنى يكون واضحة التمرين سهل جدا ثم نمر إلى التمرين الثاني أحسبو في دفتري مساحة كل شكل كيلي عندو بالعربي وكيلي عندو باللغة الفرنسية غايكون جو كالكيل دون موكاية لسي فسطو شاك في دوغ يعني وهذا أحسب في دفتري مساحة كل شكل عدنا الشكل الأول والشكل الاثنان إذن دزول حساب الشكل الأول لاحظوا معي هنا الشكل الأول عبارة عن إلا حددنا هذا الشكل الأول ومستطيل الثاني هو الطول في العرض لي هو ثمانية في أربعة واضح وبالنسبة لمساطيل الثاني لدينا هنا تساوي ثلاثة وهنا ساوينا School 5 إذن هو 5 في ثلاثة إذا لن تزول الحساب مثلنا قلنا مساحة الشكل الأول ثم ندره المستطيل الأول ولمستطيل ر anhتنا قلنا متغطية الاتفاق هنا مساحة المستطيل الأول اللي هو هذا الشكل هذا قلنا ثمانية في أربعة 8 في 4 تساوي 32 سنتيمتر ندوث الحساب بمساحة المستطيل الثاني اللي قلنا الطول في العرض اللي هو 5 في 3 إذن 5 في 3 تساوي 15 سنتيمتر مربع إذن لباش نغندير باش نعرف مساحة الشكل واحد هو غدي جمعو مساحة المستطيل الأول مع مساحة المستطيل الثاني اللي هي 32 سنتيمتر زائد 15 سنتيمتر إذن حكا تساوي لنا 2 زائد 5 سبعة 3 زائد 1 هي 4 إذن مساحة الشكل واحد هي 47 سنتيمتر مربع هذا بالنسبة لهذا الشكل الأول ثم نمر إلى الشكل الثاني لاحظوا معي هنا الشكل الثاني هنا عنده إلى حدنا لاحظوا معي جيدا هنا 6 سنتيمتر واضح ومن هنا لهنا ثلاثة 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 إذن من هنا كذلك هنا غيب لي ثلاثة إذن هنا نحن حده على شكل مربع رضوا معي البال إذن لكان هذا 6 وهذا 3 وهنا ثلاثة يعني هذا كيسوي هذا كيسوي هذا وهذا عبارة عن مربع ثلاثة هنا ثلاثة هنا وثلاثة كذلك هنا يعني هذو كلهم متساويين وهنا ثلاثة في 6 واضح إذن غنحسبو دوزو مساحة المربع نحسبو أولا مساحة المربع اللي هي دائما مساحة المربع هي الضلع في الضلع والضلع في الضلع هو 3 في 3 كم تساوي؟ تساوي 9 سنتيمتر مربع هذا بالنسبة لهد المربع ده نحسبو مساحة المستطيل اللي الطول دياله هو 6 سنتيمتر والعرض دياله هو 3 سنتيمتر إذن 6 في 3 هي 18 واضح مساحة المستطيل هي 6 في 3 تساوي 18 سنتيمتر إذن مساحة شكل 2 سنجمع مساحة المربع زائد مساحة المستطيل وهي 9 زائد 18 كم تساوي 9 زائد 8 هي 17 ودر أصبحتها ضب 1 1 زائد 1 هي 2 إذن مساحة شكل 2 هي 27 سنتيمتر مربع نتمنى أن يكون واضحة التمرين الثاني فهو سهل جدا أطفالي دوزو للسؤال أو للتمرين الثالث اشترت الحاجة نادية زربية طروها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار أرادت فرشها في سالون مساحته 32 متر مربع هل هذه الضربية مناسبة للسالون أختار الجواب الصحيح بوضع العلامة نعم أم لا إذن باش نفهمو الثمين أكثر الحاجة نادية أخذت زربية اشترت زربية طروها 7 أمتار يعني الطول ديالها 7 أمتار على هات الشكل هذا باش نمر لكم التقريب لشكل مستطيل هي طول ديالها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار يعني الطول ديالها 7 وفي العرض ديالها 5 إذن هات الضربية عبارة عن مستطيل واضح وأرادة تفرشها يعني يبغى تفرشها في حد السالون مساحة دياله 32 مربع إذن هل هذه الضربية مناسبة للسالون أم لا إذن شنو غندلو باش نعرفو بأنها مناسبة للسالون أم لا غنحسبو المساحة ديال الضربية اللي هي عبارة عن مستطيل إذن المساحة المستطيل هو الطول في العرض اللي هو 7 في 5 واضح إذن شنو غندلو هنا غنكتبو أولا إذن مساحة الضربية هي هي دائما المساحة كربن الأبرامس أس كتساوي 7 في 5 و7 في 5 حي كتساوي لنا 35 متر مربع إذن لاحظوا معي هنا عدنا السالون فيه مساحة دياله 32 وطول مساحة الضربية تساوي 35 متر مربع إذن هل هذه الضربية مناسبة للسالون أختار جواب صحيح إذن هذه الضربية غير مناسبة للسالون علاش لأن مساحة الضربية أكبر من مساحة السالون واضح هنكتبو أعلي جوابي هنكتبو لأن مساحة الضربية ليش حال 35 متر مربع أكبر من مساحة السالون وأن 35 متر مربع أكبر من 32 متر مربع هذا هو التعليل لأن مساحة الضربية أكبر من مساحة السالون دوزل التمرين الرابع أرادت حسناء فرش غرفة نومها باستعمال أرضية من الخشب إذن كم متر مربع من الخشب ستحتاج حسناء لغرفتها علما أن الغرفة عرضوها 3 أمتار وطوروها 6 أمتار إذن حسناء بغت تفرش الغرفة النوم باستعمال أرضية من هذا الخشب هاد الغرفة على هاتشتغل هذا يعني الطول ديالها هو 6 سنتيمتر وعرضوها 3 سنتيمتر إذن هاد الأرضية ديال الغرفة عبارة عن مستطيل باش نعرفوش حال من متر مربع غا تحتاج ونحسبو المساحة ديال الغرفة إذن فنكتب مساحة الغرفة هي هي أش هي أس طول في العرض هو 6 في 3 6 في 3 كم تساوي؟ تساوي 18 متر مربع إذن مساحة الغرفة هي 18 متر مربع إذن ستحتاج حسناء إذن باش نجاوبوه نكتبوه ستحتاج حسناء إلى إلى ماذا؟ إلى 18 متر مربع من الخشب واضح؟ إذن ستحتاج حسناء إلى 18 متر مربع من الخشب لفرش غرفة نوميها كنتمنى أطفال ليكون واضح هذا التمرين ثم نمر إلى التمرين الخامس والأخير في صفحة 94 أضع علامة سفر تحت كل موشور قائم وعلامة في تحت كل هرم إذن أطفالي موشور قائم هو كتكون القاعدة دياله إما مربعة أو لا مستطيلة لهذا الشكل وعنده قاعدتين متطابقتين يعني هذه القاعدة كتساوي القاعدة المطابقة لها واضح؟ إذن فهذا متوازي المستطيلات عبارة عن موشور قائم وبالتالي سنضع له علامة دائرة هذا مكعب عبارة كذلك عن موشور قائم هذا الشكل الثالث عبارة عن هرم هرم إذن سوف أضع علامة هذه العلامة علامة فيه هذا عبارة عن دائرة ليس بموشور قائم ولا هرم هنا كذلك هذا عبارة عن مكعب إذن موشور قائم هذا عبارة عن مخروض إذن مخروض ليس بموشور قائم ولا بهرم هذا متوازي المستطيلات عبارة كذلك عن هرم عن عفوا عن موشور قائم ثم أخيراً عدنا أسطوانة ليست بموشور قائم ولا هرم بهكذا أطفالي كنكون لكم من نصف حديالنا دعم داستين 23 و 24 من مقارر مفيد في الرياضيات نتمنى إن شاء الله لاستفادة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبراكاته موسيقى اشتركوا في القناة